الأستاذ مازن كان بيصلي خلف الإمام في المسجد فهو بيقول إن الإمام أخطأ في الصلاة هو مش أخطأ هو نسي حضرتك بتقول نسي ركع من ركعات صلاة العصر فصلى تلاتا كما ضننت حضرتك وليه وحضرتك بعد كده كملت الصلاة كملت الركع اللي فاتتك أنا قلت ليه كما ضننت لأنه حضرتك الأولى اللي حضرتك عملته صح وصلاتك صحيحة ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر لكن هل الإمام فعلا نسي؟ محدش نبه الإمام غير حضرتك فقد يكون حسب ظن حضرتك إنه نسي الركع دي ما نبهوش غير حضرتك أنت اللي كنت فيه مأموم خلق المأموم الوحيد الذي نبه الإمام وقال وإيه وكبرت بصوت مرتفع وأكملت الركعة المتبقية فلو كان فعلا هو نسي وكل المأمومين اللي حوالي دول بيصلوا خلفه لم ينتبهوا إلى نسيانه الركعة الرابعة يبقى كده صلاة وصلاة هذا الإمام بطلت طيب لو أنت الوحيد اللي كان ده ظنك وهؤلاء لا ده أكمله الأربع ركعات وإنت اللي ظنيت إن هي تلت ركعات يبقى أنت في الحياة اللي دي كملت الركعة اللي بقية فصلاتك صحيحة وصلاة الإمام صحيحة كذلك يا صاحب السؤال الأستاذ ماذي شكرا